بينما كانت الحركة توحي بترقب وصول ضيف كبير إلى مطار بغداد الدولي فجر الجمعة كانت هناك جهة ثانية تتهيأ لقتله بعد وصول الضيوف استقل الجميع مركبتين وحينها انهمرت الصواريخ لم تكن الأمور واضحة في البداية لكن الحقيقة تكشفت بعد سويعات لتتضح هوية القتلى والقاتل فقد نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية في محيط مطار بغداد وقتل فيها قادة ميليشيات إقليمية أهمهم قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني عراب النفوذ الإيراني في المنطقة ومعه نائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد المدرج على قائمة الإرهاب الأمريكية ووفقا لقادة ومسؤولين أمريكيين نقلت تصريحاتهم من يويورك تايمز فإن طول الفترة التي شعر فيها سليماني أنه في مأمن من النيران الأمريكية جعلته يوقن أنه فوق العقاب ولا يمكن المساس به لكن عملية الجمعة استندت إلى مجموعة من المعلومات من المخبرين السريين وخبراء التتبع الإلكتروني وطائرة استطلاع وأدوات مراقبة أخرى وكان تتبع موقع رجل إيران القوي منذ فترة أولوية لوكالات التجسس والقيادة العسكرية الأمريكية خاصة عندما كان في العراق حيث تمتع بنفوذ كبير سمح له بترأس اجتماعات على أعلى مستوى وفي أكثر الأوقات حساسية بما في ذلك دوره في تحديد هوية من يقود البلاد رويترز نقلت عن مصادر أمنية في العراق القول إن سليماني اجتمع في بغداد منتصف تشرين الثاني الماضي بالمهندس وقادة ميليشيات آخرين وأمرهم بشن هجمات ضد أهداف أمريكية في العراق وكانت خطة سليماني في هذه الجلسة الاستراتيجية التي لم يعلن عنها من قبل هو إثارة رد عسكري أمريكي يعيد توجيه الغضب نحو الولايات المتحدة لامتصاص زخم التظاهرات الشعبية التي انطلقت في الأول من تشرين الأول وطلب المنتفضون فيها بإبعاد إيران وعملائها عن كل المشهد السياسي في العراق بل ومحاكمة المتورطين منهم في دماء العراقيين مسؤول أمريكي رفيع قال إن المهمة المصنفة في خانة سري للغاية خطط لها بعد مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أربعة جنود أمريكيين بهجوم ميليشيات على قاعدة عسكرية أمريكية في كاركوك ومات لها من مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد بتخطيط مباشر من سليماني الذي صار حينها في مرحلة متقدمة من التخطيط لشن هجمات ضد أمريكيين في عدة بلدان وبناء على تلك الحقائق المؤكدة اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار تصفية العقل المدبر أمريكي دونالد ترامب قرار تصفية العقل المدبر